كان هناك رجل يسمى المبارك يعمل في بستان كبير وذات يوم أتى صاحب البستان حصلا سأتجول قليلا في بستانك الرائع هذا يا أخي ثم أعود كما تشاء ولكن لا تتأخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك يا سيدي ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما أخبار العمل اليوم لقد جمع العمال محصول الرمان وقد كان محصولا وفيرا والحمد لله وأنا الآن أنظف الحقل وأجمع الثمرات المتساقطة هنا وهناك الحمد لله هل لي أن أطلب منك طلبا؟ أطلب ما شئت يا سيدي أريد حبة رمان على أن تكون ناضجة وحلوة الطعم ما هذا؟ إنها حامضة قلت لك أريد حبة حلوة وهذه أيضا حامضة لأنك لم تأذن لي يا سيدي آه ما اسمك أيها الشاب؟ اسم المبارك يا سيدي المبارك ما شاء الله ما أشد أمانتك سامحني عن نفتك في لحظة غضب لا بأس لا بأس فالتعد إلى عملك الآن البستان كبير كنت أتوه فيه حمد لله على سلامتك لقد تذكرت أمرا وأنا أتجول في البستان أي أمر؟ زواج ابنتك سمعت أن الرجلين تقدما لخطبتها فمن منهما ستوافق عليه؟ قرار صعب حتى ابنتي لا تعرف أيهما تختار فأحدهما من أكبر قبائل العرب والآخر من أغنى الأغنياء وابنتي لا تبحث عن النسب أو الغنى بل عن الدين والأخلاق ولكنني عرفت الآن من سترضى به ابنتي زوجا لها إنه ذلك العامل من؟ هذا العامل؟ نعم إنه رجل أمين وأعتقد أنه سيكون أفضل زوج لها تزوجت ابنة صاحب البستان بالمبارك هذا العامل الأمين أب تقي وأم عاقلة أنجب بعد ذلك ولدا ربياه تربية عظيمة أهلته لأن يذكره التاريخ ذكرا حسنا إنه التابعي الشهير عبد الله بن المبارك ماذا بك يا عبد الله؟ لماذا تركتنا بعد صلاة الفجر ورحلت وحدك؟ لم أكن وحدي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ماذا؟ كيف؟ كنت أطلب العلم ومن يطلب العلم يعرف ما كان يصنعه الرسول الكريم وصحابته فكأني كنت معهم والآن حان الوقت لأكون مع الله جل وعلا سأصلي ركعتي الضحى وماذا عن الجيش؟ سيتحرك اليوم ألن تكون معهم؟ سأصلي الظهر وأنطلق معهم بإذن الله أخبرني يا عبد الله أعرف أنك تحب العلم فما الذي دفع بك لتصبح جنديا في الجيش؟ وما المانع؟ أيمنعني طلب العلم عن المشاركة في الدفاع عن حدود بلادنا؟ بالعكس إنه يشجعني على ذلك فأنا أعلم ما في هذا من ثواب عظيم ولكنني أتوقع دائما أن طلاب العلم يحبون العبادة والاعتكاف في المساجد والصلاة وأنا أرى أن الدفاع عن حدود بلادنا واجب علي ما دمت أستطيع فعل ذلك وأنا في غاية السعادة لأنني أتولى الحراسة اليوم سأنام قليلا وعندما تشعر بالحاجة إلى النوم أيقظني لأكمل الحراسة بإذن الله استرح أنت الآن الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن اشتراك عبد الله في الجيش يمنعه من ذكر الله وعبادته فكان في النهار فارسا مغوارا وفي الليل عابدا قائما ليتكما كنتما معنا ورأيتما عبد الله وهو يصول ويجول في ساحة المعركة لماذا لا تحدثنا بنفسك عن بطولاتك يا عبد الله؟ لا يا أخي لا أحب الحديث عن أمور أبتغي بها وجه الله حتى لا يضيع ثوابها ولكن يمكنني أن أكلمكم عن مواقف حدثت لي في رحلاتي في التجارة سمعنا أنك تريد أن تحج هذا العام يا عبد الله نعم إن شاء الله نريد أن نصاحبك في رحلتك هذه ولكن رحلة الحج مكلفة للغاية هل تستطيعون تحمل نفقاتها؟ لقد عملنا طوال العام بجد واجتهاد حتى تمكننا من توفير مصاريف هذه الرحلة حسنا لي شرط واحد ما هو هذا الشرط؟ أن يعطيني كل منكم المال الذي جمعه فيصبح المال كله معي وأتولى أنا تقسيمه وصرفه أثناء الرحلة ها هو كل المال الذي جمعناه للرحلة وها هو مالي على بركة الله انطلق عبد الله وأصدقاؤه قاصدين بيت الله الحرام ليؤدوا فريضة الحج وكما اتفقوا تولى عبد الله مسؤولية حفظ المال والصرف منه طوال الرحلة ولم يواجههم في رحلتهم أية مشكلة وذكرهم عبد الله بشراء بعض الهدايا من مكة والمدينة لأهلهم وكفتهم الأموال لذلك ثم عادوا من رحلة الحج سالمين بحمد الله الحمد لله الحمد لله الذي أعاننا على حج بيته الحرام تقبل الله منا أعمالنا ما أدهشني حقا هو أن الكثيرين في مكة والمدينة يعرفونك يا عبد الله أنسيت أن عبد الله يسافر كثيرا طلبا للعلم أهم ما في الأمر أن الأموال التي جمعناها كفتنا في هذه الرحلة بل وبقي منها أيضا ماذا؟ كيف؟ ها هو مالكم كامل غير منقوص ولا أريد نقاشا في هذا الأمر ليأخذ كل منكم ماله ولتستعدوا لتناول الطعام هيا بنا هيا على بركة الله لقد تكفل عبد الله بكل مصاريف رحلة الحج ليضرب رحمه الله مثلا للمسلم الذي يتحلى بكل مكارم الأخلاق ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد